بعد أحياء حفل ليالي السعديات في أبوظبي أثارت الفنانة ماجد الرومي الجدل بعد كلمة القطع على المسرح شكرت فيها أبوظبي شي بيمجد الله شي بيكبر القلب وبيحسب بعض الناس دمت فيها ووطنة لبنين مطرح مع منعيش أبشع كوديسنا بسبب الإجرام المقترف في حقنا من قبل اللي قسموا مننا فينا وهن مشاهد بيشوف بعينه كيف العظمة تعمل جنة بالقلب فشنوا عليها هجوم واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بأنها عم تنقل أبشع صورة عن لبنان بينما دفع عنا البعض الآخر لما مجد الرومي بتقول ناس كنا نعتبرهم مننا وفينا خربوا حياتنا وعيشونا بكابوس مين الناس اللي مننا وفينا خربوا حياتنا وعيشونا بكابوس إن الناس السياسيين يلي كلنا أنا وإنت وهو وهي نشتكي منهم يلي أمننهم ع دولتنا ع حياتنا ع أموالنا ع بلادنا ع وطننا واعتبر المدافعين إنه تم اشتزاء المقطع من الفيديو الكامل فهل برأيكم أخطأت ماجدة الرومي بحديثة عن أمور داخلية بالخارج؟ أم إنها بالفعل حكيت عن حرقة قلب؟ اشتركوا في القناة